أستاذ محمد فوزي متحدث باسم وزارة رياضة أستاذ فوزي مساء الخير أين وزارة رياضة من كل ما يحدث؟ مساء الخير عليك وعلى كل أستاذة المشاهدين وزارة شباب ورياضة موجودة دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة بيتابع كل كبيرة وصغيرة فيما يخص اتحاد كرة القدم وأيضا المنتخب خلينا أكلم حضرتك في ثلاث نقاط مهمين جدا ونوضحها برضو للأستاذة المشاهدين فيما يخص اتحاد كرة القدم الأزمة التتلخص في حكتين الأزمة خاصة بالنادي الأهلي أزمة المباراة النهائية الخاصة بدوري أبطال أفريقيا اللي كانت ما بينه ما بين نادي الوداد المغربي الشقيق أيضا الجزء الآخر خاص بالجزء الإداري داخل اتحاد كرة القدم وأخيرا جزئية المنتخب الوطني واخسرته سواء في مباراة إثيوبيا أو النهاردة في مباراة كوريا الجنوبية وزارة شبابه الرياضة فيما يخص الشق الإداري وأيضا النادي الأهلي أصدرت بيان هام جدا خاص بتشكيل لجنة تبحث كل المشاكل داخل اتحاد كرة القدم لجنة عدم الشفافية والفساد دي لها دور هام جدا خلال المرحلة الحالية يمكن راح تتحاد الكرة وكمان راح تنادي الأهلي وتجمع كل الملفات فيما يخص مشكلة النادي الأهلي وأيضا بتبحث في كل الأوراق للجان التي تعاقبت الفترة الماضية وأيضا الاتحاد الموضوع إمتى هتصدر نتيجة هذا التحقيق؟ إن شاء الله اللجنة شغالة على قدم الوثاق ويمكن تحديدا ممكن يبقى يوم الخميس القادم إن شاء الله أو مطلع الأسبوع المقبل فالخميس نتوقع صدور تقرير لجنة وزارة شبابه الرياضة حول قضية ملعب نهائي دولي أبطال أفريقيا المختصة إن شاء الله وهيتم الإعلان بمنتهى الشفافية لكل رأي العام هنا مسئولية وزارة شبابه الرياضة إيه على الاتحاد يعني ممكن تقول إن الاتحاد أخطأ أو الاتحاد كان فيه مثلا خطأ إداري بس هل تقدر إنها توقع عقوبات؟ ما ظنش وزارة الشباب والرياضة لا تتدخل فنيا في أعمال الاتحادات الرياضية هذا ليس ضرحة ولكن لها ضر رقابي من خلاله بتقدر تحول الملفات اللي فيها فساد إلى النيابة العامة إذا ما استدعى ذلك هل تتكلم على فساد مالي إذا كان هناك فساد مالي إذا كان هناك فساد مالي إحنا هنا بندور على ورقة راحت وما راحتش وإيميل حد شاف وما شافوش فده ممكن يبقى خطأ إداء تحت دروب تحت بند إهمال أو إهمال متعمد مثلا الأخطاء الإدارية أيضا الأخطاء الإدارية أيضا بيتم محاسبتها لا محاسبتها إزاي بقى يا أستاذ؟ علشان أنت عارف الفيفا واستقلالات الاتحادات التحكيم الرياضي أو مركز التسويه هو المعني بالشق الرياضي أو ما يخص المشاكل الإدارية الرياضية الخاصة بالاتحادات والهيئات الرياضية آه يعني أنت لو لقيت أنت عندك هنا موظف أخطأ في هذه القصة هتوديه للتحكيم الرياضي ولا هتعمل إيه؟ بتفصل في القضايا الرياضية فيما يخص القضايا الرياضية بتفصل فيها التحكيم الرياضي أما إذا كان هناك شق آخر مالي يستدعي الليابة بيتم التحويل للنيابة ما أعتقدش أنتوا بتدوروا في حاجة لا علاقة بفساد مالي؟ فساد مالي وفساد إداري لا دي مالي دي أو مرة أسمعها أنا معرفش لا من خلال فحص كافة الملفات اللي موجودة سواء في اتحاد الكرة أو وكمان المستندات اللي هتستند عليها اللجنة من خلال الملفات اللي قدمها النادي الأهل آه بس أنا يعني هل عندك شكوى فيما يتعلق بفساد مالي داخل اتحاد الكرة؟ لا من خلال من واقع الفحص اللي بتقوم به اللجنة المشكلة إذا وجد فساد مالي أكيد بتم التحويل فورا إذا إذا لكن إحنا القصة كلها بنتكلم على فساد إداري ده اللي إحنا فهمينه عايز أرجع لحضرتك في نقطة مهمة جدا أنت طرحتيها اللي هو التخطيط العلمي فضل وده كان شقة هام جدا 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 وظهرت شباب الرياضة عاملة حاجة مهمة جدا من خلال المشروع القوم للموهبة والباطل الأولمبي دخلت لعبة كرة القدم بدأت بتلت محافظات حاليا من خلال توصيع قاعدة الممارسة للعبة كرة القدم وكتشاف الموهبين في تلت محافظات بدأناها بتلت محافظات هي إسكندرية والشرقية وقايرة مهم جدا أنه يكون عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين الموهبين في لعبة كرة القدم وصلنا حاليا ما يقرب من ألف لاعب المرحلة القادمة هندخل 12 محافظة كمان معنا المستهدف من خلال الـ 12 محافظة اللي جايين 6,000 لاعب واللاعيبة دول بيروحوا فين يا أستاذ فوزي بيتم عمل لهم معسكرات مخصصة إليهم بيتم رعايتهم بشكل كامل هناك لجنة علمية قائمة على هذا المشروع هاي وبعد كده بيروحوا فين بيدخلوا الناشئين في النوادي المختلفة ولا بيروحوا فين بيبدأ نوديهم النوادي بيكون لهم فرص للاحتراف بره من خلال برضو اللجنة الفنية المختصة اللي فيها كبارات على أعلى مستوى هندك حد من الشباب دول احتراف بره؟ احنا لسه شغالين احنا لسه بدقين لسه مدخلين لعبة كرة القدم في المشروع القومي للموهبة والباطل القرمي وفيه شركة كمان شغالة بشكل بير جدا وبشكل علمي على هذا المشروع طيب خليني ارجع تاني بقى للمنتخب برضو مين ممكن هل في جهة ممكن تحاسب الاتحاد فيما يتعلق بالمنتخب جبته ايهاب جلال ما جبتوش ايهاب جلال ولا يبقى الاتحاد مستقلا في قراراته الفنية قرارات الفنية ايضا ما هي قرارات الفنية تخص الاتحاد ولا دخل لوزارة الشباب والرياضة فيها ما ينفعش ان احنا نتدخل فيها خامس يعني طيب هو الوزير حيقعد معاهم او يعني احنا كان فيه انباء ان الوزير هيستدعي الاتحاد او هيقعد معاهم لمناقشة الملف هل هذا دقيق ولا غير دقيق خلال المرحلة المقبلة خلينا ننتظر لجنة التحقيق اللي شغالة واللي شكلت كات الوزير وان شاء الله خلال الايام القليلة المقبلة هيكون فيه اربار اه بس ما فيش اجتماع ما بين مثلا السيد وزير الشباب والرياضة وبين جمال علام لم يحدث اليوم وهل سيحدث خلال الايام القادمة مثلا متوقع ذلك ان شاء الله يوم امتى خلينا بس ننتظر اللجنة هتقول ايه يوم الخميس اللجنة ستعلن ده اهم حاجة شكرا استاذ محمد فوزي متحدث باسم وزارة الرياضة اشتركوا في القناة